تجاوزت الاحتجاجات في ايران يومها المئة رغم قمع نظام لها بوحشية واعدام البعض من المشاركين لبث الرعب في النفوس ورغم دخول عامل طبيعي تمثل بقساوة التقس وتساقط الثلوج في بعض المدن وبعد مرور مئة يوم على الاحتجاجات العارمة في ايران لا تزال السلطات الايرانية تنسب مطالب المحتجين بما في ذلك الحق في حرية ارتداء الملابس الى مؤامرة الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا التي يطلق عليهم النظام الايراني صفة الاعداء وتزامنا مع مرور مئة يوم على انتلاقة الاحتجاجات في ايران اعلن الحالة الثورية الايرانية اعتقال سبعة اشخاص في محافظة كرمان وسط ايران من بينهم مواطنون يحملون جنسيات مزدوفة اشتركوا في القناة